السنغال هتلعب معنا ازاي في مباراة العودة واحنا نتعامل مع المباراة دي ازاي تكتكياً وفنياً السنغال هتبدأ ازاي الاول يعني السنغال اعتقد يا كريم هتبدأ بنفس الطريقة هي هي نفس التشكيل هليش بقى مروان سعيد اه الاربعة ثلاثة ثلاثة الاربعة ثلاثة ثلاثة بتاعيتها ما اعتقدش اعتقد لو في تغيير في تشكيل السنغال ممكن يكون ان هو بامبا ديانج الرجل ينزل الشوت تاني يكون هو المهاجم اللي هيلعب على مثلاً حساب فامارا ديديو اللي هو مظهرش الحمد لله رب العمين النهاردة اعتقد ده ممكن يكون التغيير لكن هتلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة بتاعيتها الطبعية خالص مفيش اي مشكلة اسماعيل صار رهيب طبعاً ساديو ماني منتخب السنغال منتخب لعب مباشر بمعنى ان انت مش هتلاقي ان المنتخب ده بيعمل انواع معقدة في عمليات بناء اللاعب او 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 هو بيعتمد حرفياً بصراحة انا مشوفش المنتخب السنغال منتخب جماعي عظيم هو منتخب فردي عظيم يعني عنده كمية مهارات مش طبيعية بس كتكتكان وجماعياً في الجمل وحاجات كده مش هتلاقيه كتير يعني النهاردة ساديو مانيه هو بيعدي بكرة كان بيفرج معنا بعض زميلنا وبيسرخوا فكرة انه ساديو مانيه عدى ليه ما هيعدي ساديو مانيه بيرفل بفول يعني سيبوله سيبوله كرة يعدي منها وطبيعها هيعدي بكرة طيب احنا بقى نتعامل مع المباراة دي ازاي يعني متوقعين طبعاً المنتخب السنغالي هيضغط ضغط كبير جداً هيحاجم من الدياة الأولى بشكل كبير مددت هيحاول يسجل كمان عشان يرفع الضغط على نفسه بدري بدري ويصدروا عليك ويصدروا عليك احنا بقى نتعامل ازاي من الدياة الأولى للدياة الأخيرة في المباراة دي خلينا نقول حاجة الجيم ده جيم أعصاب طبعاً هدوء ملعبنا سيمي فاينال افريقيا مع كاميرون في ملعبها في وسط جامهير هم سيلعبوا في الملعب الجديد اللي أول مرة يتم افتتاحه فهيبقى متقفل ولكنهم ملعبوش عليه ولا ماتش فالأدبانتج بتاعت النجيلة والملعب والديامنشنز دي زيك زيهم تمام؟ فانت لازم النهاردة يا كريم تقسم الجيم وأتمنى ان احنا ما ندفعش طول الوقت ودي نقطة صعبة جداً نتمسك الكرة وتدور الكرة وتكسر رتم الجيم تكسروا بفاول تكسروا بتمريرة تكسروا بكورنر تكسروا انك تنقل الكرة كتير انا بس اخير من حالة الفاولات اللي هلاحظوا المنطقة الجزاء دي مرحبة جداً جداً طبعاً فعشان كاب قولك دايماً أنا أعصد فاولات فاولات قدام فاول تكتيك تعطل اللعبة من الأول ما تدايقه هم هيلعبوا ازاي؟ هم هيلعبوا بطريقتهم الطبعية احنا لازم نخلي بانا من أجناب الملعب طول الوقت ساليو سيس ساديو مانيح يخش كده كالعادة الراجل النهاردة المهاجم بتاعهم كده واسماعيلة صار هو اللي بيبقى فاتح الطرفة أكتر بص الراجل ده بيجي يتمركز هنا والراجل ده بيتمركز هنا يعني الراجل ده ما بين الاتنين سنتر باكس بتاعنا هيجي يقف بامبا ديانج ساديو مانيح هيجي هنا عشان يدخل معاه الباكرايد بتاعنا أياً كان هو مين فبالتالي هذا الراجل ساليو سيس لعيب نادي نانسي برينسي يتقدم يطير طول الوقت يبقى هو كجناحة بالزبط خلاص النهاردة نفس القصة دي هتحصل هنا اسماعيلة صار ولو الراجل ده ابونا صار متقدمش هتلاقي شيخه كوياتيه او ادريسا جانا جايه الراجل كمل عشان يخش في الهاف سبيسيس دي ويعمل زيادة على منتخب مصر الاهم بالنسبة ان احنا هنستقبل اللعبة ده ازاي زي ما مروان قال الشكل الدفاعي لمنتخب مصر احنا هندافع وجهة نظري ان منتخب مصر بيجيد جدا الدفاع بشكل اربعة اربعة اتنين مش احسن يعني دي احسن طرقنا معلش مروان برضو معلش قدي اربعة اربعة اتنين لدفاع منتخب مصر الطريقة دي بتنفعك في ايه بس اربعة اربعة اتنين دين فيها نقطة مهمة في كاس افريقيا كنا بندافع باحمد سايد زيزو وتريزي جي او رمضان او مرموش فبالتالي كان عندك اتنين بس الهم مثلا السلية وحمدي او حمدي والنيني احنا مينفعش نستغنق عن ثلاثة نص ملعب في مصر خالص عشان كده بنسبة كبيرة يا جماعة حنشوف نفس المنظر اللي شوفنا النهاردة وهلقي محمد النيني هو اللي بلعب نحتل مين حمدي فاتحي السلية الثلاثة ده هو الرئة منتخب مصر دفاعيا وقدرته ان انت تستخلص لازم يقافي شراسة في استخلاص الكرة التانية لازم طول الوقت اي كرة الطب بتاخدها لازم يكون حمدي فاتحي وعلي دور كبير هو اللي عمل الحماية في الحتة دي لعب حمدي في النادي الاهلي بتلت اربع طرق مختلفين مع موسيماني بتخليه يقدر يجي يلعب هنا مرتاح فبيقدر يطلعلك الكرة غسط الاثنين سنتر باكس وفي نفس الوقت يقدر يطلعك بالكرة على طول مصطفى محمد عليه دور كبير لان مصطفى محمد كان على طول بيضغط على الراجل مندي لعيد نص الملعب بتاعهم مصطفى عليه دور النهاردة ان هو يحاول على قد ما يقدر ياخد الكورة عالية من سنتر باكس كوليبالي والراجل بابا جايه او في نفس الوقت ان انت متخلهوش يزيد بالكورة يا كريم النهاردة كوليبالي ده طول ما انت سايبه هو بيزوء الكورة القدام كده مروان عشان يلعب الطولي لازم لو مصطفى مش هياخده يا صلاح يقرب لك ترزيجي المهم ان الراجل ده ميلعبش الطولية بتاعته لان هم بيعتمدوا ان هم ميلعبوا كورة طول ما الاجناب متقفل طيب عايزك بقى مروان تاخد الكورة وتقول لي هطلع بيها ازاي وانا في المنطقة الدفاع احنا بان الكلام على فكرة الخروج بالكورة في منتخم مصر وانت من المترض انك تلعب على هجمة مرتدة كويسة محترمة في مباراة السنغال عشان تقدر تسجل وتنهي المباراة ان شاء الله بإذن الله نخرج بالكورة ازاي؟ عندنا اكتر من طريقة لخرج بالكورة اول حاجة خلانا اتفق ان هم حيجي يضغطوا علينا عالي لان هم عايزين يضغطوا علينا عالي هم يضغطوا علينا وقفهم عالي ولا يهمنا اي مشكلة تفتح هنا السنتر باكين فيسحبوا معاهم الاثنين الوينجرز حمدي فاتحي او انني ينزلوا في عمق الملعب هيسحبوا معاهم حد تفضي مساحها لحد من نص الملعب الثاني انه انت ممكن تسلموا الكورة في رجلو من الشناوي اللي النهاردة كنا بنعملها والنيني حتى في واحدة الناس هوا هاصت وقلقت وهو خدها برا كل هدوء وطلع الكورة على الهجم كمّل عشان انت ماشي حالو انت دلوقتي طلعت الكورة من الشناوي بالضبط انت دلوقتي حمدي فاتحي ياخد هنا هياخد الراجل السنتر باك الليفت باك او مش الليفت باك هياخده الوينجر والرايد سنتر باك هياخده الوينجر الثاني انت خدت عملت نفسك حاجة اسمها بلاس وان حتى لو هنا في ادريسا جاي جاني او هنا في شيخ كوايتي انت عندك بلاس وان دايما عندك بلاس وان في عملية البلدوب طب لو هما ضغطوا عليك باكتر من واحد ساعتها هتبقى انت كسبت حل اخر ان انت خدت بلاس وان في الناحية الهجومية ساعتها ممكن الشناوي يعمل الكورة الكترية عند تريزي جي يبقى انت خرقتهم من مساحتك انت عملت انفايت بريشر تعالوا علي واول ما هما جوم عليك ياما حطت لهم الكورة التولية حل من اتنين ياما حل ماتش المغرب وديتها لصلاح في الجناح ياما حل ماتش كوديفار وديتها لمصطفى في عمق الملعب واشتغلت من هناك في اكتر من حل اهمها الادوار المركبة لحمدي للنيني لتريزي جي التلاتة دول اهم تلاتة في المنظومة لان التلاتة بيقدموا ادوار مركبة سواء جناح او بيتراك باك عشان يساند اني ال 4-4-2 اللي اسلامو انتكلمت عليها ان هو بيقفل على الجناح ويعمل 4-4-2 حمدي فاتحي اللي بيلعب زي الفولس ميتفيلدر يبقى هو ستة وفي نفس الوقت ينزل اكينو لبرو او ثالث مدافق فيقدر ان هو يستلم ويطلق بالكورة بشكل ممتاز